السلام عليكم مرحبا بكم كيف العادة في قناة ام جنات بويادي اليوم سوف نوجد معكم اللاير كيك اللي كتقدروا توجدوها في مجموعة من المناسبات عيد ميلاد او لا اي مناسبة عندكم كتقدروا توجدوها و سوف نبدأوا على بركتي الله مقادر جاناج كوبرتر اللي سوف نضيفه للاير كيك او لا الحلوة بالنسبة للشوكولات سوف نحتاج 250 غرام شوكولات و كان بزاف ديالانواع ديالشوكولات من الاحسن نختارو هاد شوكولات ديال اكبل او لا شوكولات ديال ماكاو يعني دائما را كان المربعين بحال اللي يوريشكم دابا في البيض كانت هو في الكحل و كان كذلك اللي هما مدورين فكتحتاجوا هاد شوكولات اللي كيكون نوعية ممتازة في واحد الكاسرونة غادي نضيرو 150 غرام ديال الشوكولات اللي كنا هاد نوعية او لا كيكون مربح و غادي نضيفو عليه 250 غرام ديال الكريمة السائلة يا كنت اخذوها بالعبر او لا كتشريوها لا لا يعني كين بزاف الانواع ديال الكريمة كتختارو انتم اللي كترتاحو فيها او اللي كتخدمو بها دائما هنخليو مع التحرك فوق البوطع تيدو بلينا هاد شوكولات و غادي نضيفو كذلك 250 غرام ديال الكريمة سائلة و تكون باردة غادي نضيفو تدريجيا مع التحرك يعني نحركو بالزربة ضغية باش ما يتكورش لنا هديك الكريمة سائلة و تكون باردة سوف نستمرو على هاد طريقة حتى يدامج لنا العناصر كاملة في بعضها طريقة جيد سهلة و واضحة اذا ما كانش عندكم هاد شوكولات و بغيتو تديرو غير غالا تقدرو تدخلو غادي نخلي لكم الرابط صندوق الوصف كنت خدمت معاكم لايركيك اخر غير بالغاناج جيل غالا يعني بشوكولات غالا سوف نسيبو هادك الغاناج في واحد البول و سوف نخطيفوهم بلاستيك غدائي أو البابيش فوريزي أو شي بلاستيك يقدرو أن نخرجو هاداك الهوا كامل اللي غادي يكون عندنا التحرك سوف ندخلوها تلاجو من الأحسن ليلة كاملة يعني دائما كان صيب الغاناج بالليل وعدك نخدم به غدلية نضيف الكيك و نحتاج كاس زيت و كاس ساندة و 15 قطعات شوكولات أسود 1 بيضات أكبر 1 كاس الماء و 1 خمرات و 1 دقيق حسب الخالط نضيف الكاس روناء و نضيفه كاس زيت دائما الكاس را نأخذ بالعنبة يعني كاس العنبة هو اللي نقصه به كذلك كاس الماء و كاس سكر ساندة و 15 قطعات شوكولات أسود و غير غالة سوف نضيفه فوق من البوطة بالنسبة إذا أردت الكيك كحلة سوف نضيفه شوكولات أبيض سوف نضيفه جوج بيضات في الأول بالنسبة للبيض إذا كان لديكم كبير كشفته المحياني كبير سوف نضيفه جوج إذا كان لديكم صغيرين سوف نضيفه ثلاثة جوج سوف نضيفه جيد حتى يطلع علينا هذا البيض و في نفس الوقت سوف نضيف الكاس روناء فوق البوطة و ناقص عليها ناقص عليها حتى المينيموم و مرة مرة نحركه بشوكولات بالنسبة للبيض سوف نضيفه لدينا بيض و سوف نضيفه هذا الخليط سوف نضيفه تدريجيا بشوية بشوية و مع التراب نضيفه لماكسيموم نضيفه على أقصى درجة لكي هذا البيض لا يطيب لدينا لذلك الخليط نضيفه سخون هذه هي الطريقة الأحسن الطريقة بشيطلع عليكم هذك الكيك كي يجي نفشفوش كي يجي بحل بومجو هكا من الداخل طريقة ناجحة 100% و دائما كيف قلت لكم قبل سيبت معاكم لاير كيك اخر قبل غادي نخليه لكم في صندوق الوصفته بطريقة جد ناجحة و مختلفة على هالطريقة فتقدروا تختاروا طريقة اللي غادي ترتاح مهم وهو بجوج ناجحة 100% من بعد مني نطربنا هذك البيض و الخليط اللي ضفنا عليه مزيان طلعناه مزيان غادي نبدو نضيفه نواشي جوج خمارة 8 جرام يعني 16 جرام في المجموع و ضروري نغرب لهم و غادي نبدو نضيفه الدقيق على حساب الخليط فهي ما كان نقصحوهاش بزاف غادي تشوفوا القوام في الاخر بالنسبة للدقيق تقريبا هزا سمعيه واحد خمسة دي الكيسان دي العنبه و دائما را على حساب النوعية دي الدقيق دي كل سيدة غادي نستمرو على هالطريقة و دائما مع تحرك الى درتو غير تطرب اليدوي حركو مزيان ضغية باش ميتكورش لكم الدقيق في الخليط ديلكم بالنسبة للدقيق را غربلوه المرة اللولة والمرة التانية غادي ناخد واحد اليمول اللي غادي نديرو في هاد لاير كيك القطر ديالو عشرين سنتيم غادي ناخد الاطار باش يجينا مقاد و غادي نطلع عليه جنب ديالو علاش حيات ما عنديش انا هاداك المول اللي هو طالع بزاف كتخاف بعد المرات يطلع لكم هاداك الكيك ويسح لكم الجنب او لم ياخدشوا هاد الفورما اكتر اياه بالنسبة لهاد لاير كيك ضروري ما اذا ما عندكمش هاداك اليمول اللي طالعين نجنب ديرو هاد طريقة فهي كتجي سهلة وزوينة ما كتحتاجوش شريو هادو كليمولا خليم دخلنا هالفران درجة متوسطة شاعلنا عليه التحت والفوق خد لنا واحد ثلاثين دقيقة ما كاملاش فران جلده وعلى حسب نوعية ديال فران ديال كل سيدة خليتولي لها كاملة حتى برد تماما يعني من الاحسل كيك يتيبرد ليكم عاد نقطعوه بسكين او لا بهاد المنشار اللي تقطع فكتجي طبقة متساوية من الاحسن هاد المنشار ما كي يخسرش لكم الكيك غادي نصيبو الطبقة المقرماشة غادي ناخدو شوكولات اسود وغادي ندوبو غادي نزيد عليه الأوريول مكسرات لوز قرقاع زبيب يعني اي حاجة عندكم فكتقطعوها طريقة صغيرين وواحد معلقة كبيرة بخاليني بالنسبة الى كان عندكم فوتيني من الاحسن فانا مبقاش ليها هكاك على جدرت هالطبقة وكتجي رائعة غادي نخلطو هاد المكونات في بعضها مزيين وغادي نخلي واحدة ستتعقاد يعني هادك الشوكولات يجمد لينا مع المكسرات والأوريول وغادي نفرتوه شوية بادينا جبتنا القاناج بنت اللاجة اللي خليناه ليلى كاملة من الاحسن كان نانسي تعلها هاد القاجية من الاحسن ديروه واحد ليلى كاملة باش نجح معكم مياه في المياه وغادي نطرعوه بالبطر مزيان من بعد غادي ناخدوه الاتار فين غادي نمونتي والكيك دينا غادي نجروا طبقة الأولى كيك غادي نسقيوها بزيان بالنسبة لسيرو خليت كاس دي ساندة كاس دي الماء ودائما الكاس دي العنباء قدرت معهم معلقة صغيرة دي الروح دي الكاراميل وشوية دي قهوة قادرناهم فوق من البطن على ما اغلالنا واحد شوية ودائما كنسقيوه بي اخدينا القاناج ودرناه فوق جايب حلواني ودائما كنبدو نمونتيو على هاد طريقه الكيك دينا فما تصابيوش يعني تبعد طريقه من الاول حتى الاخير باش هكد نجح معكم مياه في مياه نحليكم تل اخير الفيديو تبقى ودبقه نديروا طبقه المقارنشه التي سيبناها كيفما قدت لكم قبل بالنسبة لهذا الكيك فقدرنا غير جوش طبقه كيف قدت لكم قبل بشكلات بيض وكيك بشكلات اسود الى كنتو غدي تديروا طبقه بزف باش هكا يجي تفطيعة يجي زوين بالنسبة الناس اللي حتى هما كيبغيوا يديروا لي كوموند كيشدوا لي كوموند في اي مرة كنصيف شي قاطو يعني كنا نعبرو بالنسبة لهذا القاطو جوش طبقه راه فيه ثلاثة كيلو يعني جوش كيلو 800 وإلا درتو بزف ديال الدزين راه كد توصلو ثلث ثلاثة كيلو بالنسبة ديال 4 ديال طبقه فخلي صيبتو هذيك المرة وما زينتوش بالزف درتلي غير شوية يلدين جاني فيه خمسة كيلو وعلى حسب راه كنعرفو الكيك ديزاين وليلاير كيك يكونو زيدين شوية في الثامن منين درنا طبقه ديالنا شوفو كي تجي كي تجي زوينة في المنظر غادي نبداو نمونطيو او لا نغلفو هذك الكيك ديالنا كامل بلغاناج على هالطريقة اشتركوا في القناة منين غادي نقضوها غادي ندخلوها تلاجة باش ندوزو نصيبو السوس الدهبي اللي غادي نزينو بها لغاتو ديالنا او لاير كيك من الفوق غادي نعبرو عشرين قرام ديال البودرة ديال الملمع الدهابي كينين بزفت الانواع ديال الملمعات فانا اخديت دهابي مني كتبشو تشريوه فكت تشريوه غادي نندمجو العناصر بجوج نخلطوهم مزيان حتى يبنو لنا راه ندامجو مزيان على هالطريقة وغادي ننجمعوهم بالعاصر ديال الحامض الى كان عندكم فاني سائلة تهي كتجمعو بها من الاحسن تخليوه شوية عاقد انا جريته بزاف وهبطلي بزاف مع الجناب من الاحسن من الاحسن من انت بغيو تصيبوه خليوه شوية شد فراسه يعني عاقد سافي كنستمرو على هالطريقة كنخلطوهم مزيان حتى يندمجو العناصر في بعضهم هنخرجو الكيك ديالنا من تلاجة وغادي نبدو نزينوها على هالطريقة فنبقاو حتى الاخر ديال الفيديو ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قوي في القناة نهاية الدلقة ديناك يجي حائل في المداق وكذلك في المندان. نتمنى الوصفة دي اليوم تنال إعجاب ديالكم. متبخلوش عليها بلايك لجن وكذلك بلاي كومنتر زبينين ديالكم والتحفيزين. إلى اللقاء الوصفة أخرى إن شاء الله. وراه غادي نخلي الطريقة الأخرى في صندوق الوصف إن شاء الله إلى اللقاء. شكرا